بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مكرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الثالث وهو بعنوان ضرب المصفوفات تعرفنا في الجزء السابق على تساوي وجمع وطرح مصفوفتين وضرب المصفوفة في عدد قياس الآن إذا كان علينا المصفوفة A ذات أبعاد M في N والمصفوفة B ذات أبعاد N في P فإن حاصل ضربهما A ضرب B هو عبارة عن مصفوفة جديدة وليكن عناصرها CIJ كل عنصر في هذه المصفوفة ينتج من حاصل ضرب عناصر صف في المصفوفة اليسرى مع مقابلتها في عمود ما في المصفوفة اليمنى كما سنرى فيما بعد ولكن ماذا عن شرط ضرب المصفوفتين إذا كان يشترت لجمع وطرح وتساوي مصفوفتين أن تتساوي في الأبعاد فإنه لا يشترت لضرب مصفوفتين أن تتساوي في الأبعاد إلا في حالة واحدة إذا كانت مربعتين أما إذا كانت مصطيلتين فلا يمكن ضربهما إذا تساويت في الأبعاد ولكن ما هو الشرط؟ كما نرى إذا ضربنا A في B فإنه لا بد أن تتساوي عدد أعمدة المصفوفة اليسرى A وهو إن ما عدد صفوف المصفوفة اليمنى B وهو إن أيضا ويكون ناتج ضرب المصفوفتين A في B مصفوفة ذات أبعاد M في B حيث M عدد صفوف المصفوفة اليسرى وB عدد أعمدة المصفوفة اليمنى إليكم مثلا على هذا لو عندنا المصفوفة A ذات أبعاد ثلاثة في اثنين والمصفوفة B ذات أبعاد اثنين في واحد فإن A ضرب B يمكن لماذا؟ العددان الأوسطين متساويان فماذا عن ناتج الضرب؟ هي عبارة عن مصفوفة أبعادها ثلاثة في واحد ونقى سؤال آخر هل يمكننا دائما ضرب B في A؟ لن أقول تساوي A B و B A ولكن هل مجرد ضرب المصفوفتين بالمقلوب هل هو متاح؟ هيا نرى B ذات أبعاد ثلاثة في واحد وA ذات أبعاد ثلاثة في اثنين هنا نجد أن العددان الأوسطين غير متساويين واحد لا يسوي ثلاثة إذن فعملية الضرب هنا غير ممكنة فلا يشترط أن يكون عندنا ضرب A في B موجود وB في A موجود إليكم المثال التالي find the product A B نريد أن نوجد حاصل ضرب المصفوفة A في B A عندنا مصفوفة ذات أبعاد ثلاثة في اثنين وB ذات أبعاد ثلاثة في اثنين بالطبع يمكن ضربهما وتكون المصفوفة الناتجة C ذات أبعاد ثلاثة في اثنين ثلاثة صفوف في عمودين عناصر هذه المصفوفة C1-1 C1-2 C2-1 C2-2 C3-1 C3-2 ولكن كيف نحصل على هذه العناصر؟ مثلا نحصل على العنصر C1-1 من ضرب عناصر الصف الأول في المصفوفة A مع العمود الأول في المصفوفة B فنضرب سالب واحد في سالب سلاسة ونجمع الناتج على حاصل ضرب سلاسة في سالب أربعة فيكون الناتج ثلاثة ناقص اتناشر يساوي سالب تسعة كيف نحصل على العنصر C1-2؟ ينتج أيضا من ضرب الصف الأول في العمود الثاني سالب واحد في اثنين زائد ثلاثة في واحد فيكون الناتج سالب اثنين موجب ثلاثة يساوي واحد انتهينا من ضرب الصف الأول في العمودين الأول والثاني الآن نضرب الصف الثاني في العمود الأول ليعطينا العنصر C2-1 ونضرب الصف الثاني أيضا في العمود الثاني ليعطينا العنصر C2-2 فإذا انتهينا من ضرب الصف الثاني في كل أعمية المصفوفة اليمنى نأتي بالصف الثالث ونضربه في العمودين الموجودين بالمصفوفة اليمنى لنحصل على باقي العناصر C2-1 وC2-2 وC3-1 وC3-2 ويكون حاصل ضرب المصفتين A في B هو سالب 9-1 سالب 4-6 سالب 15-10